بسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله نحوذ تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقنينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جادي عتاته اليقين أما بعد كان بقي عندنا بعض المراقعة لحكم الماء الطاهر والماء النقس فقلنا الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين ما هو ماء الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين ما هو ماء تفضل ماء المستعمل وماء خالطه شيء من الطاهرات ما معنى الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل ما تعريف الماء المستعمل ما استعمل في طهارة واجبة وكان قليلاً عندما قلنا في طهارة واجبة نفهم أنه لو استعمل في طهارة مستحبة فلا يكون مستعملاً بل يكون طهوراً ونفهم عندما قلنا وكان قليلاً أنه لو كان كثيراً فوق القلتين أيضاً لا يكون مستعملاً بل يكون طهوراً واضح وهذا سأشرح لكم أكثر عندما يكون الكتاب معكم إن شاء الله الأسبوع القادم ثم ذكرنا أن الماء النجس ينقسم إلى قسمين أيضاً ماء قليل وماء كثير ما معنى الماء القليل ما كان أقل من قلتين ما معنى الماء الكثير ما كان قلتين فصاعداً فأكثر ما الدليل على التفريق بين الماء إذا كان قلتين أو إذا كان أقل من قلتين أو إذا كان قلتين فصاعداً ما الدليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أبو داود من حديث عمر تفضل الحاج الصحيح ذكرت لك أن صحاح الحافظ بن حقر ومن المعاصين صحه الشيخ الألباني نعم نعم هذا الحديث هناك من ضعفه وهناك بالمقابل من صحاحه واضح الذي مشى عليه الشافعية كما ذكرت لكم والحنابلة والحنفية ثلاثة مذاهب أنه حديث صحيح وذكرت لك من صحاحه الشيخ الحافظ بن حقر وهو من المعاصين الشيخ الألباني واضح والتقسيم الذي ذكرته على السبورة هو بناء على صحة الحديث وبالتالي إذا قلنا على القول الآخر أن الحديث ضعيف فالمالكي يقالوا إن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينقص إلا إذا تغير حتى القليل هذا رأي المالكية وهو فيه سعة فيه تيسير واضح لكن يبقى قول الجمهور ما ذكرته لك قبل قليل واستند إلى هذا الحديث الماء الكثير لا ينقص إلا بملاقات النقاسة الماء الكثير لا ينقص إلا إذا غيرت النقاسة طعمه أو لونه أو رأيحته هذا ما يتعلق بما سبق الآن ماذا عندنا حول ماذا سنتحدث في هذه المحاضرة حول ماذا سنتحدث حول الإمام الشافعي والمذهب الشافعي واضح إن شاء الله نجد الكثير على الإمام الشافعي رحمه الله ما هو اسم الإمام الشافعي من هو الإمام الشافعي محمد محمد بن إدريس محمد بن إدريس اسمه محمد بن إدريس ما كنيته أبو من؟ أبو أحمد أبو سالم أبو من؟ أبو من؟ أبو عبد الله كنيته كنيته مرة ثاني الأربعة كنيته أبو عبد الله أبو عبد الله الشافعين أبو عبد الله مالك أبو عبد الله أحمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري واضح؟ الإمام أبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة ما اسمه؟ النعمان بن ثابت النعمان بن ثابت اسمه النعمار بن ثابت تمام إذن الشافع اسمه محمد بن دريس كنيته أبو عبد الله ولد سنة 150 هجرية في نفس السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة مات سنة 150 الإمام الشافع ولد سنة 150 في نفس السنة واضح ولد الإمام الشافعي سنة 150 هجرية ومات سنة 204 هجرية يعني كم عاش كم عاش كم كان عمره عندما مات كم 54 سنة وهو أصغر الأئمة الأربعة عمرا أصغر 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 أقلهم عمرا الآن قلت لكم أبو حنيفة مات سنة كم 150 قلت لكم مات أبو حنيفة في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي قلت لكم الآن تمام أبو حنيفة ولد سنة 80 مات سنة 150 كم عاش كم سبعين سنة سبعين سنة إمام أحمد ولد سنة كم ولد سنة 166 أصغر من الشافعي توفي سنة 241 كم عاش سبع وسبعين سنة صح صح أو لا الإمام مالك الإمام مالك ولد سنة 93 هجرية مات سنة 179 هجرية كم عاش كم عاش 86 سنة من أطولهم عمرا أطولهم أطولهم عمرا مالك 86 سنة من أقصرهم عمرا الشافعي 54 سنة إمام أبو حنيفة 70 أحمد 77 هذه تواريخ ولادة الأئمة الأربعة وتواريخ وفاة الأئمة الأربعة وكم عدد السنوات التي عاشوها الشافعي أقلهم عمرا 54 سنة شاب لازل شابا 54 سنة مالك 86 سنة واضح الإمام الشافعي 54 سنة لكنه ألف مذهبا بل ألف مذهبين مذهب قديم ومذهب قديم عنده مذهبان المذهب القديم في العراق والمذهب القديم في مصر سنتكلم الآن على الإمام الشافعي رحمه الله ولد الشافعي سنة كم سنة كم ولد الشافعي مئة وكم مئة وخمسين صح مئة وخمسين أين ولد أين ولد الشافعي في أي مدينة في أي بلدة في غزة أين تقع غزة في فلسطين ولد في غزة ولد الشافعي يتيما ما كان عنده أب ولد يتيما الإمام أحمد ولد يتيما الإمام البخاري أيضا ولد يتيما واضح هؤلاء الثلاثة كانوا أيتاما اليوتم ليس مانعا من طلب العلم بل قد يكون اليوتم سببا في شدة طلبك للعلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ولد الشافعي يتيما في غزة في فلسطين وهو من من قريش مطلب فأمه أرادت أنه يتربى في مكة في قبيلته في قريش ويتعلم في مكة فهاجرت هذه القزيرة العربية هنا غزة هاجرت من غزة إلى مكة وفي مكة استقر الشافعي هاجرت عمر الشافعي سنتان وبدأت تعلمه القرآن وهو لزال صغيرا حفظ القرآن وعمره سبع سنوات أتم القرآن سبع سنوات عمره سبع سنوات أتم القرآن تمام حفظ الموطأ الموطأ من ألف الموطأ لمن مالك حفظ الموطأ وعمره عشر سنوات هذا ما كان أبوه موجود عشان أبوه يقوله تعلم تعلم لا أمه بس أمه فقط وكانت فقيرة ما عندها مال سأذكر لك بعد قليل بعض الأشياء التي تدل على أنها فقيرة حفظ القرآن وعمره سبع سنوات حفظ الموطأ وعمره عشر سنوات بدأ يتعلم أشعار العرب في مكة يسمع الشعر يحفظ الشعر يحفظ كلام العرب حتى يكون فصيحا فلما بلغ السادسة عشر من عمره أراد أن يرحل في طلب العلم يريد أن يسافر لأن السفر السفر من أكبر الأسباب في تحصيل العلم صح؟ إيش قال صاحب الزبد من لم يجد من لم يكن يعلم ذا فليسألي الذي لا يعرف الأحكام يسأل من لم يكن يعلم ذا فليسألي من لم يجد معلما فليرحل ماذا يقول إمام الشافعي؟ قال تغرب ما معنى تغرب؟ يعني سافر تمام تغرب عن الأوطان في طلب العلاء وسافر ففي الأسفار خمس فوائد خمس فوائد تفريق هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ما جد فإن قيل في الأسفار بؤس وشدة السفر صعب متعب فإن قيل في الأسفار بؤس وشدة قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فإن قيل في الأسفار بؤس وشدة وقطع الفياف الصحاري وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من بقائه بأرض هوان بين واش وحاسد تبقى في بلدك بين الحساد الذين يعرقلون طريقك في طلب العلم ما يفيد لكن سافر واتركهم اترك البلد لهم وارحل في طلب العلم ويقول في أبيات أخرى ما في المقام الذي عقل وذي أدبي من راحة فدعي الأوطان واغتربين سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب ما معنى وانصب ما معنى وانصب عندك في القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ما معنى فانصب يعني اتعب في العبادة اتعب انصب معنى اتعب قال ما في المقامل ذي عقل وذي أدبي من راحة فدعي الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب اتعب فإن لذيذ العيش في النصب العيش اللذيذ في التعب ليس في الراحة الراحة هذه لا تخدق عالما إذا أردت أن ترتاح تتمشى تروح كل يوم في نزهة وتلعب كرة وتلعب كذا لن تكون عالما لكن إذا تعبت تركت النوم من أجل القراءة تركت الكلام مع أصدقائك من أجل الكتابة هنا ستكون عالما أما الراحة والخمول والكلام الذي لا فائدة منه لا يخرج علماء قال وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي الماء لو بقى عندك بركة ماء خليت الماء شهر ترجع بعد شهر فيه طحالب تغير لكن لو كان الماء يجري يتحرك لا يتغير أنت كذلك لو تسافر اليوم هنا درس غدا هناك درس بعدها في معهد بس درس ثم أذهب إلى الجامعة أدرس تتحرك سوف تثمر إذا بقيت في مكانك إذا قاك أحد عمل محاضرة أو درس حضرت ما في خلاص لن تكون عالما إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي والأزد لو لفراق الأرض ما افترست لو الأسد يبقى في حق المكان لن يفترس لا بود يتحرك يمشي والأزد لو لفراق الأرض ما افترست والسهم لو لفراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عقم ومن عرب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عزك الذهب أشياء كثيرة قالها الشافعي لعلنا محاضرة كاملة عن الشافعي بتفصيل ستاتي لما بنق السادسة عشر من عمر راد أن يرحل في طلب العلم توجه إلى المدينة وفي المدينة تلمذ على الإمام مالك حافظ الموطأ وأعاد قراءته على الإمام مالك قرأ الموطأ مرة أخرى على مالك ثم مكث عند مالك تقيبا سنة عاد مرة أخرى إلى مكة أراد أن يرحل مرة أخرى في طلب العلم فذهب إلى اليمن ذهب طالبا للعلم وذهب أيضا مساعدا في القضاء مساعدا في القضاء يعني طلب علم ووظيفة مال طلب علم لكن عندما ذهب إلى اليمن لم يكن عنده مال من أجل السفر ما عنده مواصلات مال للمواصلات يعني للسفر فقامت أمه ورهنت بيتها رهنت بيتها بستين دينارا وعطت للشافعي وقالت سافر ثم سددت الدين فيما بعد سافر إلى اليمن وفي اليمن حصرت له محنة بعض الحساد حسده فكتب رسالة إلى الخليفة في بغداد يقول له إن الشافعي يريد أن يحكم اليمن ويخرج عن سلطان الدورة العباسية يريد أن يعمل دولة مستقلة عن الدورة العباسية فقام الخليفة وأرسل إلى اليمن يطلب اعتقل الشافعي وأخذ معتقلا إلى بغداد مقيد بالسلاسل من صنعاء من اليمن إلى بغداد ولما دخل على هارون الرشيد شافع له أحد علماء بغداد ما معنى شافع له؟ ما معنى شافع له؟ يعني توسط له تمام؟ توسط له حتى يعفو عنه الخليفة توسط طبعا هذه التهمة كانت تهمة باطلة فقد تهمت حاسد شافع له أحد علماء بغداد اسمه محمد بن الحسن الشيباني هل تعرفون هذا؟ محمد بن الحسن الشيباني هذا من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وهو شيخ الشافعي الشافعي لم يكن يعرفه من قبل تعرف عليه في بغداد عندما شافع له ثم محمد بن الحسن أخذ الشافعي إلى بيته أعطاه مالاً وسمح له بالإقامة في بيته فبدأ الشافعي يطلب العلم عندهم كان هناك في ذلك الوقت مدرستان مدرسة في الحجاز تسمى مدرسة أهل الحديث مدرسة في العراق تسمى مدرسة أهل الرأي في الحجاز يسمون أهل الحديث لأنهم يعتمدون في استدلالهم على الأحاديث والآثار في العراق يسمون أهل الرأي لأنهم يستدلون كثيراً بالقياس فالشافعي في البداية درس عند مالك إمام مدرسة أهل الحديث ثم درس عند محمد بن الحسن الشيباني تلميث بحنيفة وأحد رواد المدرسة مدرسة أهل الرأي إذن الشافعي درس في المدرستين درس عند أهل الحديث ودرس أيضاً عند أهل الرأي درس هنا ودرس هناك استفاد من هذا واستفاد من هذا ولأجل هذا جمع بين المذهبين جمع بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي وأسس مذهباً الذي عرف بعد ذلك بالمذهب الشافعي مكث الشافعي فترة قصيرة في بغداد ثم عاد إلى مكة كانت بغداد في ذلك الزمن عاصمة المسلمين كلهم عاصمة الدولة العباسية كانت يعني مثل ما تقول الآن مثلاً مثل لندن مثل واشنطن يعني دولة بحالها حتى أن الشافعي مرة يقول لأحد طلابه اسمه يونس بن عبد الأعلى يقول ليونس يونس هل جرت بغداد؟ قال لا قال ما رأيت الدنيا يعني الذي ما ذهب بغداد ما شاف الدنيا الدنيا جمالها وحسنها وبهقتها في بغداد قال هل جرت بغداد؟ قال لا قال ما رأيت الدنيا واضح؟ كانت بغداد عاصمة السلام تسمى اليوم بغداد شيء آخر تمام؟ عاد إلى مكة ثم مرة أخرى توجه إلى بغداد وفي هذه المرة التقى الشافعي بالإمام أحمد وتتلمذ عنده أحمد فصار أحمد تلميذاً لهم وصار إسحاق بن رهوية تلميذاً لهم وصار أبو ثور تلميذاً لهم وصار الزعفراني تلميذاً لهم وصار الكرابيسي تلميذاً لهم وصار إسحاق بن رهوية تلميذاً لهم كل هؤلاء وغيرهم تتلمذ عند الشافعي في بغداد وأسس الشافعي في بغداد المذهب القديم المذهب القديم من أبرز طلابه؟ كما قلت لك أحمد بن حنبل أبو ثور الزعفراني الكرابيسي أحمد كان معقب بالشافعي كان يقول كان الفقه ماذا يسمى هذا عندكم؟ أنا مفتاح ماذا يسمى هذا؟ قفل يقول أحمد كان الفقه قفل ففتحه الله بالشافعين كان عنده الفقه هذا صعب جداً حتى قاء الشافعي فهم الفقه قبل ما يأتي الشافعي ما يستطيع يعني يقول أحمد مكثت في باب الحيظ تسع سنوات أدرسه في الحيظ بس تسع سنوات حتى قاء الشافعي قال له ابنه عبد الله يا أبتي أي رجل كان الشافعي فإني رأيتك تكثر الدعاء له قال يا ابني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هل يستطيع الناس يعيشون بدون شمس؟ هل يستطيع الناس يعيشون بدون عافية؟ صعب قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هل لهذين من خلف أو عوض ممكن هذان الشيئان يعوضان لا لا يمكن يقول إمام أحمد كان أهل الرأي يستطيلون علينا ما معنى يستطيلون علينا يعني يتعاظمون هم يعرفون الفقه ونحن لا نعرف أهل الرأي منهم أهل الرأي يعني تلاميذ الإمام بابي حنيفة كانوا يستطيلون علينا يعرفون الفقه ونحن لا نعرف قال كان أهل الرأي يستطيلون علينا حتى قاء الشافعين فغلبناهم فسميناهم يعني سموا الشافعي فسميناه ناصر الحديث لأنه كان يفقه معاني الحديث الشافعي ليس عنده فقط رواية كان عنده رواية وفهم يستنبط الأحكام من الحديث أشياء كثيرة للإمام أحمد في مدح الإمام الشافعي قال ما مس طالب علم هذا الإمام أحمد محبرة ولا قلما إلا وفي عنقه من للشافعي أسس الشافعي مذهبه في بغداد ثم عاد مرة أخرى إلى مكة ومن مكة انطلق الشافعي إلى مصر دخل مصر في سنة مئة وتسعة وتسعين يعني قبل موته بكم سنوات بخمس سنوات طيب يسأل سأل لماذا ذهب الشافعي إلى مصر أفضل بعض العلماء يقول ذهب إلى مصر لأنه لم يستطع أن ينشر مذهبه في بغداد فإن الأحناف تلاميذ بحنيفة كانوا موجودين بكثرة وكانوا مسيطرين على الدولة لأن القضاة يعينون من تلاميذ بحنيفة وكان أيضا لا يستطيع أن ينشر مذهبه في المدينة لأن مذهب مالك كان مسيطراً على المدينة أراد مكاناً أن ينشر فيه مذهبه كان في مصر عالم كبير اسمه الليث بن سعد هذا الليث بن سعد يقول عنه الشافعي ويقول عنه يحيى بن بكير تلميذ مالك الشافعي تلميذ مالك يحيى بن بكير تلميذ مالك يقولان الليث أفقه من مالك أكثر فقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به يعني أصحابه لم يدونوا علمه ما كتبوا علمه كانوا يحضرون عنده الدرس يستمعون له إذا في أحد عنده مسألة يسأله يمشون ما كانوا يكتبون عليه فلما مات ضاع علمه الشافعي رأى أن مصر بيئة صالحة أن ينشر فيها مذهبه فذهب إلى مصر واستقر فيها وبدأ ينشر مذهبه وتراجع عن كثير من المسائل التي قررها من قبل في بغداد وأسس مذهباً جديداً عرفاً بالمذهب الجديد وهو الذي لمشي عليه إلى يومنا هذا المذهب الجديد ألف الشافعي رحمه الله تعالى كتباً في العراق وألف كتباً أخرى أيضاً في مصر ألف كتب المذهب القديم في العراق منها كتاب اسمه الحجة وكتاب آخر اسمه الرسالة القديمة هذه ألفها في العراق ألف في مصر كتاب الأم وكتاب الرسالة الجديدة وكتاب الإملاء وكتاب الرد على من؟ الرد على من؟ الرد على مالك من مالك هذا؟ شيخه قال الشافعي رحمه الله كنت أظن أن مالك لم يخالف الحديث إلا في ثلاثة أو أربعة حديث ثم نظرت فإذا هو خالف أكثر من سبعين حديثاً فألف كتاباً طبعاً بأدب يناقش فيه شيخه مالك يرد عليه يذكر الحديث يقول هذا الحديث خالفه مالك واضح؟ وألف كتباً أخرى تتلمذ عليه في مصر كثير من التلاميذ أشهرهم المزني البويطي الربيع الشافعي عنده تلميذان اسمهما الربيع هذا اسم الربيع وهذا اسم الربيع هذا اسم الربيع المرادي المرادي نسبة إلى قبيلة مراد في اليمن في مارب الثاني اسم الربيع الجيزي نسبة إلى الجيزة في مصر تمام؟ الربيع المرادي الربيع الجيزي يونس بن عبد الأعلى الذي ذكرت لكم عنه شيئاً قبل قليل حرمله التقيبي محمد بن عبد الحكام غيرهم كثير هؤلاء أبرز تلاميذ الإمام الشافعي أين؟ هؤلاء التلاميذ أين كانوا؟ في اليمن أو في السعودية؟ في مصر ما في حاجة اسمها السعودية في ذلك الوقت ولا في حاجة اسمها اليمن في ذلك الوقت يعني اليمن موجود اليمن لكن ليست كجمهورية الآن واضح؟ هذا كلام حصل قبل أكثر من 1200 سنة ليس الآن كانت الدولة العباسية الخلافة العباسية في ذلك الوقت واضحة أساتذة؟ طيب في سنة 204 توفي الإمام الشافعي رحمه الله ثم أصحابه هؤلاء التلاميذ المزني البويطي الربيع هؤلاء التلاميذ قاموا وقمعوا علمه وقمعوا كتبه وبدأوا يدرسونها للناس استمر المذهب انظر استمر المذهب بدأوا يدرسونها للناس قام المزني جمع مختصرا من كلام الشافعي في كتاب عرف هذا الكتاب باسم مختصر المزني هذا الكتاب صار مشهورا حتى الملوك كانوا يتداولونهم حتى أن المرأة إذا تزوجت تشترط على الزوك أن يكون من ضمن المهر مختصر المزني موجود مختصر المزني في زواج مش موجود مختصر المزني ما في زواج واضح؟ لابد أن تأتي بمختصر المزني طبعا في ذلك الوقت ما كانوا يشترون الكتب كان ينسخها يقوم يكتب الكتاب من أوله لآخره يكتب أو يعطي مال لشخص يكتب نيابة عنهم تعب نسخ الكتب ليس مثل الآن طابعة صار الكتاب خمسمائة صفحة لو كنت تكتب هذا الكتاب أو هذا الكتاب لقضيت على أقل شيء شهرين حتى تكتبه صح؟ لكن أن تذهب إلى الطابعة ربع ساعة الكتاب جاهز ما تتعب واضح؟ فالمزني عمل هذا المختصر من كلام الشافعي رتبه هذبه وصار مشهورا بين الناس صار الناس يرحلون من اليمن من المغرب من العراق إلى المزني يسمعون هذا الكتاب مختصر المزني هذا الكتاب له أو سأتكلم عنه الآن كثيرا لكن بعد أن أمسح سبورة هذه وبعد أن تكتبوا هذه الأشياء سأتكلم عولة مختصر المزني وكيف نشأت الكتب في المذهب الشافعي أمسح هذا؟ سأتكلم؟ سأتكلم عنه الآن كثيرا 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 ما اسم الكتاب؟ ما اسم الكتاب؟ مختصر من؟ مختصر المزني مختصر المزني طبعا ليس مختصر المزني فقط البويتي من تلاميذ الشافعي وهو أكبر تلاميذ الشافعي له مختصر آخر اسمه مختصر البويتي أيضا موجود لكن مختصر المزني كان مشهورا وكان أصغر حقما جاء أحد العلماء فقام وشرح مختصر المزني طبعا شرحوا عدة علماء لكن هناك شرح مشهور يعني نكذ كل شرحين مشهورين شرح الأول شرح عالم اسمه الماوردي الماوردي تسمعون على الماوردي؟ له تفسير وله أيضا كتاب اسمه الأحكام السلطانية في السياسة وله كتاب اسمه أدب الدين والدنيا في الآداب الماوردي هذا مات سنة كم؟ سنة كم مات؟ مات سنة 450 هجرية شرح مختصر المزني في كتاب سماه الحاوي الحاوي شرح مختصر المزني تمام؟ واضح؟ 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 شرح مختصر المزني في كتاب اسمه؟ إيش؟ الحاوي احفظ أسماء الكتب لأنك عندما تدرس سيقول لك قال صاحب الحاوي من ذا صاحب الحاوي؟ الماوردي أو سيقول لك قال في الحاوي من؟ الماوردي انتبه سأسألك في ذلك الوقت من الذي قال؟ لا تقول نسيه احفظ أنه الماوردي تمام؟ طيب مختصر المزني شرحه الماوردي في كتاب الحاوي كم عدد المقلدات؟ موجود مطبوع مفتكن تفتح جوجل الآن تشوف الحاوي شرح مختصر المزني يطلع لك ماذا المقلد؟ واضح؟ طبعا مختصر المزني صغير مختصر المزني مثل هذا أو أصغر من هذا لكن الشرح كبير الشرح كبير جدا حتى العلماء يسمونه يسمونه الحاوي الكبير هكذا يسمونه الحاوي الكبير جاء عالم آخر في نفس الزمن اسمه إمام الحرمين تعرفون إمام الحرمين؟ أوه مشكلة إمام الحرمين ما تعرفون؟ تعرفون متن الورقات في وصول الفقه الورقات الورقات في وصول الفقه هذا أول مثل يدرسه الطالب في أصول الفقه قبل الأصول من عمل الأصول مثل صغير اسمه الورقات الورقات هذا عبارة عن ورقات خمس ورق في أصول الفقه فقط هو مؤلفها إمام الحرمين اسمه أبو أبو المعالي القويني هذا اسمه مات سنة كم؟ 478 هجرية يعني في نفس المتقاربان متقاربان ألف كتابا إمام الحرمين هذا شرح فيه مختصر المزني ماذا سمه؟ سمه نهاية المطلب في دراية المذهب هذا الكتاب طبع قبل سنوات طبع فيه كم مقلد؟ كم؟ 21 مقلد كبير صح ممكن تقرأ 21 مقلد ممكن ممكن أو غير ممكن ممكن تقرأ 21 مقلد ممكن تقرأ 21 مقلد مش ممكن ممكن تخيل واحد من العلماء قرأ هذا الكتاب في كم أيام ما بتصدق ما بتصدق أنه قرأها في ثلاث أيام العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان يبحث عن هذا الكتاب يبحث فلما وقف عليه قال ما صليته إلى الفرائض يصلي الفرد يخرج بس يقل المسجد يصلي الدور بدون سنان لا قبلية ولا بعدية يخرج في ثلاث يام مرة عليه مشتاق للكتاب يتحرق لما وقده كأنه وقد كنزا شوف العالم بعض الناس لما يبحث على الذهب يحفر يحفر خلاص لما يجد الذهب يكاد يقنن من الفرحة العالم ما يقنن إذا وقد الذهب لكن إذا وقد كتابا يسير اللعاب مثل بعض الناس عندما يجد الطعام اللذيذ يرشح العالم إذا وقد كتابا خلاص يتوتر يريد أن يقرأ الكتاب كله قرأه في ثلاثة أيام ذكر ذلك السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أن العز بن عبد السلام عندما وقف على نهاية المطلب أتمه في ثلاثة أيام يعني في اليوم كم يقرأ مقلدات في اليوم كم تقريبا سبعة مقلدات أوه سبعة يعني مثل هذا سبع مرات في اليوم الواحد كثير نحن مثل هذا مرة واحدة لن نستطيع مشكلة مشكلة كبيرة لا يوديك لن نكون علماء مثل هؤلاء يعني يعني هم علماء كبار هكذا نحن كذا علماء صغار بس هذا المكتهد هكذا أما الغير مكتهد هكذا بس نرجع ألف هذا الكتاب نهاية المطلب في واحد وعشرين مقلد جاء تلميذه تلميذ إمام الحرمين عنده تلميذ مشهور ذكي ذكي جدا ذكي سمارت ما اسمه؟ أكيد تعرفونه تلميذ إمام الحرمين تعرفون هذا أو لا؟ أبو حامد الغزالي ما تعرفون أبو حامد الغزالي؟ تعرفون من؟ ما تعرفون إمام الحرمين ولا تعرفون أبو حامد الغزالي؟ تعرفون من؟ مؤلف كتاب حياء علوم الدين آه نعم له كتب كثيرة لكن اشتهرة هي علوم الدين وإلا له كتب في الفقه وله كتب في الأصول وله كتب في عدة فنون لكن هذا الكتاب في الأخلاق هي علوم الدين مع أنه في بعض الملاحظات عرفت؟ لكن هذا الكتاب اشتهر به وإلا له كتب فقية كثيرة الآن سأذكرها لك جاء أبو حامد الغزالي نظر إلى هذا الكتاب إلى كتاب شيخه نهاية المطلب فوجد حجمه كبيرا وعلى شمه قلد قال ماذا؟ هذا الكتاب يحتاج إلى اختصار نختصره فقام واختصر نهاية المطلب في كتاب أصغر سماه البسيط البسيط اختصره إلى كتاب البسيط أنا لا أعرف البسيط هذا كم لأنه لم يطبع إلى الآن يقال أنه الآن سيطبع لكن أتوقع أنه يكون 17 مقلد 16 15 هذا الحدود واضح؟ رأى الغزالي بعد أن أتم البسيط هذا أكمل الكتاب نظر البسيط أيضا هذا كبير نحتاج أن نختصره الطلاب اليوم لا يقرؤون كثيرا نحتاج أن نصغر لهم الكتاب فاختصر البسيط هذا إلى كتاب آخر سماه الوسيط الوسيط مطبوع في طبعة موجودة بثلاث مقلدات وفي طبعة موجودة بسبعة مقلدات يعني نفقها قل هو هذا الحدود يعني كتاب أخصر من البسيط نظر الغزالي رحمه الله إلى أن الوسيط أيضا نزال كبيرا يحتاج الاختصار حتى يسهل على طالب العلم أن يدرسه وأن يحفظه فأراد أن يختصر البسيط فاختصره إلى كتاب أصغر سماه الوجيس كم صارت عنده كتب الآن؟ ثلاثة البسيط اختصر نهاية المطلب ثم اختصر البسيط في الوسيط ثم اختصر الوسيط في ماذا؟ في الوجيس لماذا الغزالي يعمل كذا؟ علشان طلاب العلم في طالب علم مبتدئ عاد بالبداية بيدرس إيش؟ الوجيس في طالب علم متوسط يطلع للوسيط في طالب علم منتهي قد درس كثيرا نقول له قرافي البسيط طلبة العلم مراتب مختلفة ليس على مرتبة واحدة ونفس الذي عمله الغزالي عمله أيضا ابن قدام الحنبلي مع الحنابلة ألف لهم كتاب العمدح ثم كتاب الكافي ثم كتاب المقنع ثم المغنين سلسلة ترتيب واضح؟ إذن نقول ألف الغزالي البسيط اختصر فيها النهاية ثم اختصر الوسيط من البسيط ثم اختصر الوجيز من الوسيط هل انتهى الغزالي هنا؟ لا لم ينتهي هنا يريد كتاب أكثر اختصارا من الوجيز ما اختصرش الوجيز ذهب إلى مختصر المزني اختصر مختصر المزني في كتاب آخر سماه الخلاصة الخلاصة هذا اختصر لماذا؟ اختصر لمختصر المزني واضح؟ فصار كم عنده كتب؟ كم عنده كتب الغزالي؟ كم؟ أربعة أيه أربعة كم عنده كتب؟ واحد ثنان ثلاثة أربعة كم؟ أربعة كتب أربعة كتب في الفقه وكلها في الفقه الشافعين قال القائل قال القائل أين أكتبها لكم؟ حرر المذهب حبر حرر المذهب ايش من المذهب؟ المالكي أو الحنفي؟ على ماذا نتكلم؟ على الشافعية حرر المذهب حبر ما معنى حبر؟ ما معنى حبر؟ الحبر بمعنى العالم ليس الحبر هذا المداد؟ الحبر بمعنى العالم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من إيش؟ من الأحبار والرهبان الأحبار جمعوا حبر يعني عالم تمام؟ حرر المذهب حبر عقل الله خلاصة عقل الله خلاصة أي عقل الله خلاصة فيدخل الجنة دعا له حرر المذهب حبر عقل الله خلاصة سكون هنا مش خلاصة خلاصة ببسيط ووسيط ببسيط ووسيط ووقيز وخلاصة خلاصة ذكر الكتب الأربعة حرر المذهب حبر عقل الله خلاصة ببسيط ووسيط ووقيز وخلاصة واضح واضح مش خلاصة واضح واضح حرر المذهب حبر من الحبر هذا؟ أيوة ما اسمه؟ الغزالي أبو حامد الغزالي أيوة متى مات أبو حامد الغزالي؟ متى؟ سنة كمات؟ سنة كمات؟ متى مات أبو حامد الغزالي؟ خمسمائة وخمسة هجرية خمسمائة وخمسة هجرية حرر المذهب حبر عقل الله خلاصة ببسيط ووسيط ووقيز وخلاصة عرفتم الآن هذه الكتب إلا له واضحة طيب لم ينتهي الموضوع لا زال سنأخذ الوقيز هذا الوقيز هذا الوقيز عبارة عن اختصار من اختصار من اختصار من شرح مختصر المزني يعني كتاب عصر عصرا واضح؟ هذا الوقيز الذي ألفه الغزالي رحمه الله جاء أحد علماء الشافعية اسمه الرافعي الرافعي عمل مختصر للوقيز اختصر الوقيز في كتاب سماه المحرر 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 هذا ما هو؟ هو اختصار لكتاب الوقيز اختصار لكتاب الوقيز تمام؟ طيب طبعا الرافعي عمل مختصر للوقيز في المحرر وقاموا شرح الوقيز بشرحين بس خلونا من الشروح الآن نخلونا في الاختصارات مرة ثانية سنتكلم على الشروح الرافعي ايش عمل؟ اختصر الوقيز في المحرر تمام؟ جاء بعد ذلك عالم آخر أظنكم تعرفونه مهم تعرفونه اسمه نووية اكيد تعرفونه صاحب رياض الصالحين الاربعين نووية تبيان في أداب حملة القرآن شرح صحيح مسلم مشهور جدا أشهر من نار على علم جاء النووي اختصر المحرر في كتاب سماه المنهاج هذا عند الشافعية قمة الهرم أول كتاب في المذهب أدق كتاب في المذهب المنهاج عند الشافعية من يدرس المنهاج فقد ختم انتهى به الأمر هذا أعلى السلم منهاج الطالبين وعمدة المفتين تمام هذا المنهاج اعتكف عليه العلماء بعض العلماء قام بشرحه فكتبوا عليه شروحا زادت الشروح على مئة شرح بعض العلماء قام باختصاره فاختصره بعض العلماء قام بنظمه نظمه حوله إلى شعر بعض العلماء قام بإعرابه فأعرب الكتاب بعض العلماء قام واستدل لهم ذكر أدلته كلها استدلال لهم وسأعطيكم مثال لكل واحد أما الشروح سأتكلم عليها بالتفصيل لأنها مهمة شروح المنهاج اختصره فاختصره زكريا الأنصاري في كتاب سماه منهاج هذا اسم الكتاب هكذا منهاج الطالبين انظر اسمه منهاج الطالبين اختصره زكريا الأنصاري في كتاب سماه منهاج الطلاب من المؤلف زكريا الأنصاري متى مات زكريا الأنصاري سنة تسعمية وستة وعشرين تمام النووي متى مات ستة سبعة ستة ستة سبعة ستة ستمية وستة وسبعين أنتم معين تعبتم طيب هناك من نظمه نظمه الدميري في ثلاثين ألف بيت ثلاثين ألف ليس كالزبد ألف ثلاثين ألف يعني مثل الزبد ثلاثين مرة تمام طيب بعضهم استدل له كتب أدلة المنهاج ابن الملقن عنده كتاب مطبوع في تقريبا عشر مجلدات سماه تحفة المحتاج تحفة المحتاج بأدلة المنهاج ما معنى أدلة المنهاج يعني النووي مثلا يذكر على سبيل المثال يذكر أن الماء القليل دون قلتين إذا وقعت فيه نقاسة يكتب وذلك لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث حديث حسن رواه فلان وفيه فلان وجاء له شاهد وجاء يذكر أدلة الكتاب يدعم الكتاب حتى يعرف طالب العلم أن النووي لم يضع الكتاب من رأسه وإنما وضعه استنادا إلى أدلة تقريبا في عشر مقلدات تحفة المحتاج بأدلة المنهاج ومنهم من قام بإعرابه أعربه فالصيوطي رحمه الله مشهور الحافظ الصيوطي له كتاب سماه سماه درة التاج بإعراب مشكل المنهاج أعرب الأماكن المواضع المشكلة وهذا الكتاب لا زال تحت الطبع لم يطبع بعد لكن سيخرج إلى الأسواق قريبا إن شاء الله واضح؟ هذا ما يتعلق بمنهاج الطالبين سأتكلم على الشروح الآن أحتاج أمسح أمسح هنا أين أين سأمسح سأمسح مكان بسيط سأمسح هذا لا تحتاجونه شروح المنهاج قلت لكم هناك تقريبا إلى يومنا هذا ما يزيد على مئة شرح على المنهاج طبعا عندما تجد أن العلماء مئة شرح على كتاب واحد هذا يدل على أن الكتاب مهم أو غير مهم لما يأتي مئة شرح على كتاب واحد مهم أو غير مهم كتاب مهم وإلا لو كان غير مهم ما بيشرحوها ولا كلهم يكتبون عليه شرح شرحين وكافي لكن لما يأتي العالم الأول يشرح العالم الثاني يشرح العالم المئة يشرح العالم السبعين يشرح هذا يدل على أن هذا الكتاب مهم جدا هذا العدد الضخم في شروح المنهاج يجعل هذه الشروح قديرة بالمطالعة لكن طالب العلم كم سيطالع هل يمكن أن تطالع بعض الشروح مثلا في ثمانية مقلدات بعض الشروح في عشرة مقلدات كم ستطالع إذن يحتاج أن طالب العلم ينتبه لأهم الشروح أهم شروح المنهاج فقال الشافعية أهم شروح المنهاج أربعة أهمها أهم شروح المنهاج أربعة تمام الشرح الأول نبدأ بتسلسل التاريخي العالم الأقدم ثم الأقدم ثم الأقدم ثم الأقدم يعني أقرب أقرب أهم شروح من حيث الأقدمية كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين من ألفه ألفه قلال الدين المحلي توفي سنة ثمانمائة واربعة وستين هجرية تمام هذا رقم واحد هذا طبعا شرح ليس طويلا هذا الشرح مطبوع في ثلاثة مقلدات وفي طبعة أخرى في مقلدين كبيرين وهو شرح فيه الدليل وفيه التعليم وهو الشرح المقرر على الطلاب في جامعة الأزهر في جامعة الأزهر في مصر طلاب المرحلة العليا يدرسون هذا الشرح تنزل راغبين ويدرسونه أيضا طلبة العلم في داغستان ويدرسونه طلاب العلم أيضا في الشام ويقرأ أحيانا في اليمن يعد من الكتب المهمة في شرح المنهاج لأن حجمه ليس كبيرا يعني ممكن يكون مقلدين مثل هذا فقط مثل هذا فقط مقلدين ليس كبيرا يعني ممكن طالب العلم يدرسه واضح؟ الشرح الثاني اسمه تحفة المحتاج شرح المنهاج شوف الاسم هذا يشابه هذا الاسم بس هذا تحفة المحتاج بأدلة المنهاج هذا أدلة وهذا شرح هذا ألفه ابن حجر الهي تمن تأ 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 وليس الهيثة الهي تمن هناك عالم آخر اسمه ابن حجر الهيثمي ذا شخص آخر عفوا اسمه نور الدين الهيثمي هذا شخص آخر في عندك عالم آخر اسمه ابن حجر العسقلاني ذا شيء آخر شخص آخر بعدين سأوضح لك هؤلاء الثلاثة حتى تفهمهم جيدا هذا ابن حجر الهيثمي مات سنة تسعمائة وأربعة وسبعين هجرية تمام تمام طيب في عندنا شرح ثالث هذا الشرح طبعا تحفة المحتاج يعد من من أصعب الشروح بالنسبة لطالب العلم أوه متعب جدا يعني ربما يحتاج أنه يعني في الصفحة الواحدة ربما يقرأها ساعة أو ساعتين أو ثلاث متعب متعب فعلا عبارته صعبة صعبة جدا ليس يعني يسيرة بخلاف هذا الأول الأول ممكن تدرسه بسهالة لكن هذا فيه صعوبة تحفظ المحتاج ولذلك هذا لا يقرأه إلا كبار فقهة الشافعية حتى يفكون عبارته في عندك كتاب ثالث أيضا اسمه مغني المحتاج شرح المنهاج هذا ألفه الخطيب الشربيني الخطيب الشربيني شيخه ابن حقر شيخه تمام شيخه ابن حقر لكن توفي بعده شيخه لكنه عمر توفي بعده سنة تسعمائة وسبعة وسبعين هجرية بعده بكم سنوات بثلاث سنوات تمام مات التلميذ ثم مات الشيخ هذا الشرح شرح جميل جدا والسلس ممكن تقرأ يعني تقرأه بدون أن تحتاج إلى شرح تقرأه بنفسك تقرأ وتفهم لكنه كبير يعني مطبوع في أربع مقلدات كبار وبعض الطبعات في ستة مقلدات كبير يبقى هذا الشرح متميزا الأول تمام عندك شرح طبعا هذا طبعا تحفة المحتاج مطبوع في ثمانية مقلدات مع الحواشي أيضا كبير آخر شرح من الشروح المعتمدة المشورة نهاية المحتاج شف تحفة المحتاج مغني المحتاج نهاية المحتاج شرح شرح المنهاج هذا ألفه جمال الدين الرملي سنة توفي سنة ألف وأربعة هجرية وهو يعد من تلاميذ ابن حقر انظر الخطيب الشربيني الشيخ ابن حقر أو في طبقة مشايخ ابن حقر رحمه الله ابن حقر في طبقة مشايخ الجمال الرملي الرملي شمس الدين الرملي اسمه الجمال الرملي أيضا شمس الدين الرملي شمس الدين الرملي نعم واضح إذن هذه الأربعة تعد أبرز وأشهر شرح المنهاج هذا أيضاً تقريباً في سبعة مقلدات أو ثمانية مقلدات نهاية المحتاج كانت رسالتي في الماجستير القواعد الفقهية في كنز الراغبين استخراج القواعد الفقهية في كنز القواعد الفقهية في كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين فكانت رسالة الماجستير حول هذا الكتاب الكتاب الأول كتاب مهم جداً تمام؟ وهو أقدم الشروح الأربعة هذه لأن صاحبه توفي سنة ثمانمائة وأربعة وستين واضح؟ طيب إذن تهينا من هذا كله قبل أن ننطلق إلى أي نقطة جديدة كم بقي ابن الضوء؟ قبل أن ننطلق إلى نقطة أخرى أريد أن أذكر لكم الفرق بين أبن حقر الهيتمي أبن حقر العسقلاني ونور الدين الهيثمي هؤلاء ثلاثة أحياناً طلاب العلم لا يميزون بينهم أسماؤهم متقاربة وبين جمال الدين الرملي وأبوه وبين السبكي الأب والإبن أشياء متقاربة سأذكرها لكم الآن أمسح هنا؟ ممكن؟ قد أحتاج إلى هذا لكن هذا لا أحتاج إلى عندنا ثلاثة علماء قد يشكل على طالب العلم التمييز بينهم أولهم نور الدين الهيثمي لاحظ معي الهيثمي ثأثأ الثاني ابن حقر العسقلاني الحافظ الثالث ابن حقر الهيثمي هذا الأول نور الدين الهيثمي هذا في طبقة مشايخ ابن حقر العسقلاني كان في طبقة مشايخه وأيضاً زميناً له وهو تلميذ الحافظ العراقي هذا متقدم هذا متقدم مات تقريباً ثمانمائة وشيء واضح هذا صاحب كتاب لعلك سمعت به اسمه مجمع الزوائد في الحديث ومنبع الفوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا كان محدثاً لكن لم يشتهر بالفقه لم يشتهر بالفقه هذا محدث محدث يعني من الطراز القوي تلميذ الحافظ العراقي هذا الحافظ ابن حقر صاحب فتح الباري مشهور فتح الباري شرح صريع البخاري تمام؟ هذا توفي سنة ثمانمائة واثنين وخمسين هجرية وهو كما قلت لكم صاحب فتح الباري وصاحب نخبة الفكر تعرفون نخبة الفكر؟ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في أي علم؟ في المصطلح في المصطلح النخبة مختصر محرر متقن في علم المصطلح الحديث ألفه الحافظ في كم سنوات في كم سنوات ألف النخبة هذه؟ ألفه الحافظ في أثناء السفر كان مسافر كتب الكتاب هذا مطالب العلم الآن يدرسه في أربعة أشهر هو مسافر في أثناء السفر مسك قلم وورا ويكتب وصل وكمل حق الكتاب بس وقاء العالم الصنعاني تعرفون الصنعاني ولا لا؟ الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني صاحب كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام مشهور الصنعاني كتابه يقرر في الجامعات فقام ونظم نظم نخبة الفكر في منظومة سماها سماها قصب السكر نظم نخبة الفكر نظمها في كم أبيات؟ في مئتين وعشرين بيت كم استغرق نظمه للنخبة؟ شهر لا يوم واحد من الصباح إلى المساء كم من مئتين وعشرين بيت قال في بدايتها وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حقر طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند حلول النوم مئتين وعشرين بيت واضح؟ خلونا منهم بس نحن إذا قلتنا أربع ساعات في طلب العلم نتعب هم لا يتعبون عندنا الثالث من ابن حقر الهيتمي هذا فقيه فقيه كبير من فقهاء الشافعية وهو مؤلف تحفت تحفت المحتاج تمام؟ توفي كما قلت لكم سنة تسعمائة وأربعة وسبعين هجرة يعني متأخر عن ابن حقر العسقلاني ومتأخر أيضا عن نور الدين الهيتم أيضا في عندنا عالمان قد يشتبهان عليكم أميز بينهم حتى إذا قرأتم بعد ذلك في الكتب ذكرت لكم هنا نهاية المحتاج تأليف من؟ نهاية المحتاج تأليف من؟ هناك نهاية المحتاج من ألفها؟ تعبوا تعبوا جدا خلاص لا ينظرون جمال الدين الرملي أو ممكن تقول عنه شمس الدين الرملي هذا جمال الدين الرملي شمس الدين الرملي وله اسم ثالث يسموه الرملي 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 الأبن ويسموه أيضا الشافعي الصغير هذه كلها أسماء له أبوه كان عالما كبيرا اسموه الرملي الكبير ويسمونه أيضا شهاب الدين الرملي ويسمونه أيضا شهاب الدين الرملي شرح زبد ابن رسلان مقلة ضخم أما هذا الصغير هو صاحب نهاية المحتاج وهو فقيه كبير أيضا لكن هذا الابن هذا الابن وهذا وهذا الأب واضح خلاص لا أتعبكم في شخص ثالث لكن ما في داعي يذكره لكم السبكي الأب تاقي الدين والسبكي الأب تاقي الدين لكن أخشى أنكم لا تضبطون هذا كلهم إذا تقرر هذا عندنا فسأعود مرة أخرى إلى الوجيز الوجيز هذا له كلام كثير ونحتاج أن نفصل فيه أكثر الوجيز من ألفهم من ألف الوجيز انظر في دفتري من ألف الوجيز من ألف الوجيز من الوجيز حقنا مش حقكم الوجيز الوجيز اللي ذكرنا على السبورة ليس هذا ليس هذا الوجيز الوجيز حقنا اللي هنا الوجيز الشافعي ليس الوجيز هذا من ألف الوجيز من؟ الغزالي أيها هذا وجيزكم أنتم هذا الوجيز كما قلت لكم اختصره النووي اختصره الرافع في المحرر ثم اختصره النووي في المنهاج صح؟ ثم اختصره زكري الأنصاري في المنهج هذه المختصرات جاء الرافع نفسه عمل شرح شرح الوجيز نكتب هنا مختصرات ونكتب هنا الشروح قائم الرافعي شرح الوجيز بشرحين شرح مطبوع في ثلاثة عشر مقلد اسمه فتح العزيز شرح الوجيز ثلاثة عشر مقلد وشرح آخر لم يسمه اشتهر باسم الشرح الصغير طبعا هو حتى ما سماه فتح العزيز هو سماه العزيز لكن العلماء يقولون فتح العزيز بعض العلماء يسميه الشرح الكبير ويسمي هذا الشرح الصغير نأتي إلى الشرح الكبير هذا الذي شرح به الرافعي الوجيز جاء النووي مرة أخرى النووي مرة أخرى اختصر فتح العزيز في كتاب سماه روضة الطالبين وعمدة المفتين مطبوع تقريبا في عشر مقلدات واضح روضة الطالبين وعمدة المفتين إذن لو سألتكم الروضة اختصار لماذا الجواب الروضة اختصار للشرح الكبير أو اختصار لفتح العزيز شرح الوجيز لو سألتكم المنهاج اختصار لماذا تقول المنهاج اختصار للمحرر من مؤلف المحرر الرافعي من مؤلف فتح العزيز أيضا الرافعي من مؤلف المنهاج والروضة النووي واضح واضح هذا طبعا هذان الرقلان الرافعي والنووي ماذا يسميان عند الشافعية ماذا يسميان عند الشافعية يسميان الشيخان فتقد الشافعية في الكتب يقولون قاله الشيخان قاله الشيخان من الرافعي والنووي عند المحدثين عندما يقول لك المحدثون مثلا رواه الشيخان من يقصدون البخاري ومسلم أحسن لكن عندما تجد في كتب الفقه الشافعي مثلا 230 دقيقة أعطيك مثال حي ممكن تقرأ هنا هذا كتاب المدى بالشافعي اقرأ هنا ماذا قال بسم الله لكن الذي قاله شيخان لكن الذي قاله الشيخان من الشيخان الممارف إذا وقدت هذا في كتب الشافعية واعتمده الشيخان قاله الشيخان أقره الشيخان تعرف ليس المقصود البخاري ومسلم المقصود الرافعي والنوام واضح لكن إذا وقدت في كتب الحديث رواه الشيخان أخرجه الشيخان مقصود البخاري ومسلم واضح الفرق إذا نقول الشيخان عند الشافعية في كتبهم هما الرافعي والنووي الرافعي الذي ألف كتاب الشرح الكبير واقتصره النووي في روضة الطالبين والرافعي الذي ألف المحرر واختصره النووي في كتاب منهج الطالبين واضح؟ إن شاء الله ما رأيكم أن أسألكم حتى نثبت المعلومات فيما سبق هذه معلومات كثيرة أخشى أنها تضيع عليكم هل نناقش معلومات هذه أو نزيد ماذا؟ تستاذين التوفيق إن شاء الله إذن أسألكم أسألكم حول ما سبق طبعا أسألكم ممكن تنظروا في الدفاتر والكتب ويمكن أيضا أن تعملوا هذه التقسيمات في لوحة أو في عدة لوحات تقسيم الفقه إلى أربعة أرباع ثم تقسيم العبادات إلى تعملها في لوحة مثلا ثم هذه اللوحة لو عندكم فصل أو في الإدارة أو كذا تعلق في الإدارة بحيث أن بعد ذلك كل يوم أو كل وقت تنظر إليها تتذكر واضح؟ كل وقت تنظر إلى هذا تتذكر هذا مهم وأيضا عندما تجلسون مع بعضكم وقت الأكل أو تجلسون مع بعضكم مثلا وقت المذاكرة كل واحد يسأل الآخر تسأله مثلا من الذي شرح مختصر المزني؟ فيقول لك الماوردي ما اسم الكتاب؟ اسمه الحاوي هل هناك شرح آخر؟ تقول نعم شرحه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتاب سماه نهاية المطلب في دراية المذهب ممتاز تقول له هل اختصره أحد؟ يقول لك نعم اختصره تنميذه أبو حامد الغزالي الذي توفي سنة خمسمائة وخمسة في كتاب سماه البسيط ممتاز ثم البسيط هذا هل اختصره أحد؟ الغزالي نفسه اختصره في كتاب آخر سماه الوسيط أيوة وهذا الوسيط هل اختصره أحد؟ نعم نفسه الغزالي اختصره في كتاب آخر سماه الوجيز ممتاز الغزالي له كتاب آخر اسمه الخلاصة اختصر فيه ماذا؟ يقول لك اختصر فيه مختصر المزني هذا الوجيز هل يوجد من العلماء من اختصره؟ سيقول لك نعم اختصره الرافع في كتاب سماه المحرر وهل اختصر أحد العلماء المحرر؟ نعم النووي اختصر المحرر في كتاب منهاج المنهاج هذا هل له شروح؟ كم له شروح؟ تقول له أكثر من مئة شرح أكثر من مئة شرح سيقول لك اذكر لي أهم الشروح تقول أهم الشروح أربعة ما هي الأربعة؟ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ألفه قلال الدين المحلي الذي توفي سنة كم؟ 864 ما يحتاج تنظر للسبورة واضح؟ شرح آخر تحفة محتاج شرح المنهاج ألفه ابن حقر الهيتمي المتوفى سنة 1974 صح؟ صح أنت ترى حفظ الأرقام هذه صعبة لكن عندما تعيش معهم كل يوم كل يوم أنت تقرأ كل يوم أنت تقرأ تعرفه أكثر مما أعرفكم الآن ستصير تعرف ابن حقر الهيتمي أكثر مما تعرف زميلك لأنك كل يوم تقرأ ابن حقر ابن حقر ابن حقر كل يوم تقرأ هذه كانت رسالة الدكتورة كلها آراء ابن حقر الهيتمي وآراء الرملي كل يوم أعيش معهم كل يوم كل يوم خلاص صرت أحفظهم أحفظ متى ولدوا عندما تعلموا أي يعني ما الذي درسوه ماذا ألفوا أين ماتوا سنة كم ماتوا كم تزوقوا كم عندهم أولاد كل معروف وأنت هكذا إذا كنت كل يوم تقرأ ستعرف هذا كلهم واضح سيقول هل هناك شرح ثالث على المنهاج نعم شرح لذيذ جدا اسمه مغني المحتاج شرح المنهاج ألفه الخطيب الشربيني توفي سنة تسعمائة وكم وسبعة سبعين وهناك شرح الرابع وهو نهاية المحتاج شرح المنهاج ألفه جمال الدين الرملي توفي سنة ألف وأربعة هجرية ممتاز هل هناك من اختصر المنهاج أيوة اختصره زكريا الأنصاري في كتاب سماه منهج الطلاب وهناك مختصر لمنهج الطلاب لم أذكره أول أحد علماء اختصر منهج الطلاب في كتاب سماه نهج الطالب أصغر منه واضح هل هناك من نظم من نظم المنهاج حوله إلى نظم حوله إلى شعر هل يوجد أو لا يوجد من نظم المنهاج نظمه الدميري في ثلاثين ألف بيت ثلاثين ألف بيت تمام تمام والآن في أحد طلبة العلم الآن موجود في الكويت هو أصله من حضر موت اسمه الشيخ عبد الله بارقة أيضا ينظم المنهاج يعمل له نظم آخر على المنهاج تقريبا انتهى من قسم العبادات الآن سيبدأ في المعاملات وقد نظم الياقوت النفيس ونظمه لياقوت مطبوع موجود على النت اسمه عبد الله بارقة ونظمه على الياقوت النفيس اسمه الأنيس الشافي الأنيس نظم الياقوت النفيس الشافي الأنيس هل هناك من أعرب المنهاج نعم الحافظ الصيوطي متى متى الحافظ الصيوطي؟ متى متى الحافظ الصيوطي؟ سنة تسعمائة وأحد عشر تسعة واحد واحد تسعمائة واحد عشر تسعة ساتو ساتو صح طيب هذه أهم ما يتعلق بالمنهاج المنهاج إذن هذا الذي قررت لكم اليوم مهم جدا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة سأنظر لكم الكتاب المناسب لكم نقرأ فيه هل تريدون كتابا شافعيا وطبعا معاصرا أو تريدون كتابا شافعيا متقدما معاصر؟ معاصر؟ لماذا معاصر؟ معاصر سهل متقدم صعب صح؟ ممكن يكون كتاب معاصر لكن هو مثل ما قلت لكم كتب المعاصرين سهلة تقرأها سريعا كتب المتقدمين صعبة القاعدة تقول من تعود على قراءة كتب المتقدمين يقرأ كتب المعاصرين بكل سهولة لأنه تعود على الصعب الذي يتعود على الصعب يسهل عليها قراءة هذه الكتب المعاصرة لكن الذي يدرس كتب المعاصرين عندما يأتي إلى كتب المتقدمين يتعب يتعب جدا يعني مثل الذي يتعلم على قيادة السيارة في الشوارع الواسعة ثم تأتي ليوم من الأيام تقول أريدك أن تقود السيارة وتطلع الجبل أوه لا يستطيع هكذا الذي يقرأ في كتب المعاصرين ثم يأتي إلى كتب المتقدمين يتعب لكن الذي يقرأ في كتب المتقدمين سهل جدا أنه يقرأ في كتب المعاصرين سوف أفكر كثيرا قبل أن أختار الكتاب إن شاء الله وأيضا سأختار لكم كتابا في القواعد الفقهية كتابا آخر في أسون الفقه إن شاء الله أظن هذا القدر فيه كفاية هناك شيء آخر أريد أن أقول لكم إياه هذا الذي ذكرت لكم في أقسام المياه في أقسام المياه إلى طهور وطاهر ونجس هناك مقاطع أنا عندي قناة في اليوتيوب فيها مقاطع شرحت هذا نفس الكلام هذا شرحته المقطع تقريبا أربع أو خمس دقائق المقطع الواحد تمام يمكن أنك تكتب الآن إذا كان يوجد نيت سأنظره دقيقة يمكن تكتب هذا المقطع ثم يطلع لك ثم تستمع له مرة ثانية مرة ثالثة حتى يثبت في ذهنك قناتي إن شاء الله يفتك ممكن تبحث بها التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية ستكد إن شاء الله كان النت ثعيف هنا لا يقدد إن شاء الله أنا سأرسلها لل للأستاذ مسلم وهو يرسلها لكم تمام تستمعونها مرة إذا كان عندهم قروب يا أستاذ مسلم إذا عندهم قروب تضعها في الرابط تضع الرابط وهم يستمعون له تمام حتى كأن الشرح هذا مرة أخرى في أذهانك إن شاء الله نقف هنا أتمنى الأسبوع القادم آتي وقد رتبتم هذه المعلومات في الأسبوع القادم لا لا أريد أوراقا كهذا لأن هذه الأوراق تضيع يذهب إلى الوضوء أو كذا ثم تطير الورقة ويأتي فوقها الماء تنتهي صح؟ أريد دفتر حتى يثبت العلم معك تمام؟ دفتر وكتاب وقلم هذا مهم هذا السلاح طالب العلم قال يحيى بن معين إذا رأيت إذا رأيت الطالب يذهب إلى الدرس لا يحمل قلما ولا كراسا ما عنده لا قلم ولا كراس فاعلم أنه يريد الكذب على رسول الله لأنه بيروح بإيجلس بيسمع كأنه حفظ ثم بعد ذلك سيحدث الناس أذكر أنه قال لا ما أدري لكن الذي يكتب إذا نسى إذا نسى ماذا سيعمل؟ سيفتح الكتاب يتأكد الله عز وجل ينسى أو ما ينسى؟ الله لا ينسى صح؟ الله لا ينسى قال الله عز وجل في القرآن الكريم علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الله لا ينسى ومع ذلك علمها أين؟ في كتاب علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى فنحن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب أكتب لكن بالكتاب اكتبوا في دفتر ليس في ورقة تمام حتى تحتفظ به نقف هنا لقاءنا غدا إن شاء الله عز وجل شكرا لكم حقيقة لم تتعبوا كثيرا شكرا يزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلى الآن استغفروك أبليك صلى الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا العلم النافع والعمر الصالح وان يغفر الذنوبنا وان يسرعيوبنا وان يكسفكوبنا إنه غواد كريم وبرو رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا